اكد سعارة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل دعم الحكومة لقطاع الخدمات المالية لاستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز موقع المملكة كمركز اقليمي للقطاع المالي مشيرا إلى أن وزارة العمل تعطي المواطنين أولوية التوظيف في القطاعات النوعية والذي يأتي القطاع المالي في صدرتها جاء ذلك خلال زيارة سعادته لشركة الخدمات المالية العربية حيث التقى السيد سامر سليمان الرئيس التبذي للشركة وعدد من المسؤولين بالشركة وطلع وزير العمل على خطة توظيف المواطنين في الشركة وخطة الشركة في تدريب الباحثين عن عمل وطلاب الجامعات والتي تتم بشكل دوري بالمنشأة وأكد وزير العمل على أن اهتمام الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بتوظيف المواطنين يأتي في ظل قناعة أصحاب العمل في المنشآت بالعمالة الوطنية وقدرتها على إدارة حركة الانتاج لافتا إلى أن الوزارة تستهدف إعداد باحثين عن عمل مزودين بالمهارات التريبية المهنية اللازمة ليكون الخيار الأول عند التوظيف في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع المالي والاستفادة من تزايد المؤسسات المالية في البحرين لتعزيزها بالعنصر الوطني المؤهل